اشتركوا في القناة النوع الخامس هو الحاد الإله العاجز حاشا لله بتتقال كتير قوي عند السبسطائيين هل يستطيع إلهك أن يخلق إلها أكبر منه وأقوى منه كلام ده طبعا السؤال نفسه غبي لقد سيرت الخالق مخلوقا إلهي مش مخلوق كنه يخلق إله تاني إلهي التاني مخلوق يبقى فيش حاجة اسمها أقوى منه وأكبر منه السؤال نفسه لقد سيرت أنت السائل الخالق مخلوقا يبقى ما يبقاش إله من أصله يبقى الاستحالة في طرح سؤالك أنت مثال تاني هل يستطيع ربك أن يخلق صخرة لا يقدر على حملها بنقول له برضو ده سؤال غبي لأن قبل ما نقول هل يستطيع أن يخلقها نقول هل هناك صخرة تستعصي على القوي المطلق لما يبقى لا يبقى ما نقولش بقى هل يستطيع فالقضية في موضوع الإله العاجز دي أسئلة تعكس البرادايم أرور وتعكس أنه مش فاهم القضية إيه الحاد اللي بعد كده أسميته هو الحاد سوء التوزيع ليه يرسل ربنا ديانات وبعد كده تطلع غلط ويصحها بديانات أخرى يعني من قال أن في ديانات غلط الديانات كلها تشهد أن لا إله إلا الله الديانات كلها سيدنا إبراهيم أسمان المسلمون ابتداء من يهودية مسيحية إسلام ولكن ديانة واحدة في طبعات مختلفة زي ما بيقول برناد شو لماذا برضو سوء التوزيع لماذا ركز الإله أديانات كلها في الشرق الأوسط نقول له محصلش الكلام ده إيماننا أن ما من أمة إلا خلى فيها نذير إن ما فيش أمة إلا وجالها رسل وقلنا قبل كده ما فيش قرية في العالم في المكسيك ولا في اليونان ولا في الإسكيم إلا فيها دور عبادة إلا فيها قد تجد ما فيش مصنع وما فيش مدرسة لما لازم فيها دور للعبادة فالرسالات وصلت للبشرية كلها ولو افترضنا أن حد ما وصلوش القاعدة عندنا في الإسلام وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله لهم ما جالوش البلاغ مفيش عليه وزر مفيش عليه حاجة طيب ويعني الديانة الخاتمة تبقى في القبيلة أو القرية الصغيرة في وسط الصحراء اللي اسمها مكة تقولوا ما في أي حتة هيبقى لها موضع فتقول طيب اش معنى في القرية كذا في المكسيك اش معنى في قرية كذا في الإسكيمو ما هي قاعدة كده لابد أن يكون لها موقع اش معنى هذا الموقع اتدري أن مكة كانت هي قلب العالم القديم بين الحضارات كلها اتدري أن يفضل أن تكون الديانة بمعزل عن الحضارات المستقرة القائمة العاتية اللي فيها حكام يبيدوها ويبطشوا بيها من البداية فطبيعي أن يبقى لها محضن لغاية ما الديانة تستقر وتنمو اتدري أن لغة العرب اللي جاءت بيها الديانة اثر من كل اللغات الأخرى الانجليزية وفرنسية والروسية والهندية بعشر مرات عدد الألفاظ فيها وقدرتها على التعبير عشان كده هي قادرة على التعبير تعبير يبقى أبد الدهر أو أبد الحياة اتدري أن القرآن الكريم لم يمجد أمة العرب اللي نزلت فيهم الرسالة لا فرق بين عربيين ولا جميعين إلا بالتقوى هو ذكر وأثنى على اللغة العربية إنما مش يعني تحيزا للعرب إحنا قلنا هي دي الديانة الختمة اللي في مكة لم يسني القرآن الكريم على العرب بأي حال من الأحوال النوع اللي بعد كده الحاد الإله الظالم القاسي معروف مشكلة الشر والألم هم يسمعهم معضلة ليست معضلة عندنا محاجات الشر والألم إنه زي الإلهي عملت سنامي وزي ما قلت قبل كده يجيب أمراض ويجيب إيزه ويجيب سرطناته ولد تولب مشلولة ولد تولد عمياء معضلة شر والألم برضو اترد عليها كتير قوي وإتقال أقوال كتير قوي أهم أقوال فيها هو يقولك إيه أصل الله الرحمن الرحيم عند المسلمين والله محبة عند المسيحيين طب يقبل إزاي هذا الظلم هذه قصوة نقول له لا أصل الله مش بس رحمن الرحيم إذا كانت اليهودية ركزت على الإله القاسي والمسيحية ركزت على الله محبة فالإسلام طرح للإله أسماء وصفات تبين أنه يتمتع بالرحمة بالجمال ويتمتع بالشدة من أسمائه المميت القحار المذل زي ما هو رحمن ورحيم محي ما تتبصش للإله على أنه فقط محبة أو رحمن رحيم وفي تفسيرات أخرى كثيرة قيل في هذا الموضوع إن هذا ابتلاء وأنه سيعود في الآخرة ويغمس يؤتى بأشد أهل الأرض عذابا في الدنيا ويغمس غمسة واحدة في الجنة ويقول له هل رأيت عذابا قط فيقول لا والله ما رأيت عذابا قط يعني هذه الغمسة تنسي بل يتمنى أن لو كانت حياته أكثر شقاءا عشان يبقى عطاءه في الجنة أكثر غنا فدي ردود كثيرة جدا وقضية الأهم من كده بقى افترض أن الله ظالم قاسي هل ده دليل أنه ما فيش ربنا لا ده مش ينفي الوجود ده ينفي أنه رحمن رحيم وينفي أنه محبة يبقى ظالم وقاسي لما ينفيش أنه فيه إله برضو من إله الظالم القاسي يقول لك إزاي يعقبنا على معاصي قليلة مهما كنا مفتريين في حياة طول 70 سنة مثلا يعقبنا بخلود في النار إزاي يعني هذا الكلام نقول له طب ليه ما قلتش أن إزاي يجازيك على طاعات قليلة بخلود في الجنة يعني ما دي مقابل دي حجتك لها منطق لو كنت بتقول إيه لو عصيته خلود في النار لو قطعته خلاصيان لا جنة ولا نار ساعتها يبقى لك حق أنك لو قطعته مش هيثيبك أما لو عصيته يعني هيعمل كذا وأيضا ده بين لك بقى حذرك وبين لك طريق إلى الجنة وأعانك عليه بل وعدك أن يبدل سيئاتك حسنات إذا كنت طائعا أو إذا تبت عن المعاصي في أكتر من كده طب بقى معقول يعني الإله بتاعك ينزل في القرآن الكريم كلمة العذاب ربعمائة مرة أليس هذا قصوة أقول له يعني أنت شايف الموضوع طب ما تيجي تبص عليه بطريقة أخرى أنه قد حذرني قد نبهني من سوق الخاتمة ربعمائة مرة ده يبقى رحمة مش عذاب الأم اللي كل ما يبقى أولادها نزلين المدرسة خبالك يا ابني وأنت بتعدي الشارع أحسن تخبطك عربية لقول لها أم مفترية قاعدة تبين له كل يوم الصبح تصبحه بأنه ممكن يحصل له مصيبة لا هي أم رحمة هي بتحذره من هذا الموضوع وأيضا لا تنظر إلى الصغر المعصية كما يقول السلسفية أنظر إلى في حق من ارتكبت هذه المعصية لو أنت ماشي كلب هاوهو عليك وكاد أنه يعضك فسببته يعني بسيطة إنما لو ولدك نهرك فتطاولت عليه فده فعلي يعني غير مقبول فأنظر في عزم من ارتكبت المعصية إزاي يطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يلبح ابنه أي قصوة تلك بقى في حاجة اسمها أب يتقال له إلبح ابنك أرد على هذا الفتى وأقول له هل طلب منك أنت أن تلبح ابنك أو من أبوك أن يلبحك يقول له لا أقول له هل طلب من أحد من البشرية آخر غير خليل رحمان إبراهيم أن يلبح ابنه يقول لك لا أسقضي يا ابني أن خليل رحمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ادعى عن حق أن الله عز وجل أحب إليه من الدنيا وما فيها فكان بديهيا أن يبتلى ويختبر في لعوة فقط ولكن هل تركه اللعظة وجل يلبح ابنه بالعكس هذا الحدث ظل عيد للبشرية إلى يوم القيامة الفكرة أن احنا لا ندرك معنى الرحمة المطلقة أنا عندما يطلب مني وطالما طلب مني أن أبتر أعضاء أو أبتر أطراف وأستقصل أعضاء وإلى آخره هل أنا كنت ظالما قاسيا ولا ده رحمة بهذا المريض والمصاب ففهم العدل الإلهي خارج قدرة البشر واعتردنا على هذا السلوك الإلهي والحكمة الإلهية زي بالضبط النملة المعترضة على الرجل الذي يضع على طعامه ملحا بدلا من أن يضع سكرا النوع التالي الحاد التعنت والسفة يقول الفتى إزاي يخلق لي غرائز ويطالبني ألا أستعملها أو لأنا مش وخبالي هل حصل الكلام ده هو يشير طبعا إلى الغريزة الجنسية ومطلوب ألا يستخدمها إلا في إطار منظومة الزواج نقول له أي أمر يا أخي محتاج إلى تنظيم أي أمر محتاج الوقت محتاج إلى تنظيم هل يترك الفتى يلعب ويترك المذاكرة إلى الانتحانات وهذا التنظيم عشان يرقى بيك عن أن تكون كالبهائم يعني معزرة إزاي الغرب يعني هذه ممارسة عادية جدا عند الشباب ما فيش مشكلة وليس كالبهائم زي أنت ما بتقول والفطرة البشرية زي أنت بتقول ما مش حكاية الاكتفاء بالممارسة في الإطار حياة زوجية قالوا لا هذا تحايل الغرب أكتر نفس يدركوا أن هذا ضد الفطرة البشرية هذا الانحلال الخلقي بدليل أن الشباب والفتيات اللي بيمرسوا هذه العلاقة بعد الزواج قبل الزواج أسف بعد الزواج بيرفضوا التحلل وتعتبر خيانة زوجية وتبقى مصيبة لو الزوج مارسها خارج إطار الزواج والعكس لو الزوجة مارسها خارج إطار الزواج إيه النظرة الزواجية دي للعلاقة الجنسية قبل الزواج شايفها عملية فيزيولوجية زي الأكل والشرب قبل ما تظلش زي الأكل والشرب بعد الزواج لأن الموضوع فيه حاجة الموضوع فيه فعلا فطرة تجاه هذه العلاقة اللي رب العزة يعني أنزلها لنا ومتعنا بيها إزاي يطلب مني أن أخسر وقتي في الصلاة وجهدي في الصيام وماني في الزكاة والحج أخسرهم كلهم إيه إيه المنطق ده قال له سبحان الله يعني في المنظومة الماركسية من كل من كل تبع قدراته ولكل حسب حاجته من كل تبع قدراته يعني يعني أن تخدم لحساب المجتمع طالما أنت قادر تخدم لحساب المجتمع طالما أنت قادر بقى يعني قابلت أن أضحي من أجل المجتمع في إطار المنظومة الماركسية ومش قابل أن أضحي من أجل المجتمع ومن أجل الله عز وجل هو مش من أجل الله أنت عمرك من أجل الله من أجل نفسك ومن أجل المجتمع تابع منظومة منظومة دينية ده الرد على الحالة تعاني وتوسفح أختم بإلحاد أسميته إلحاد عدم التصور أنا لا أستطيع أن أتصور الموجود والتهى قبل كده بس دي إضافة الموجود الذي لا موجود له ولا أستطيع أن أتصور الإله الأزلي الأبدي الذي هو خارج منظومة المكان وخارج منظومة الزمان وقلنا الرد على هذه القضية أن هذه أمور تتعقل ويقول لك إزاي تطلب مني أعبد إله لا أتصوره ومن قال لك أن قضية أوليها قضية تصور هل تتصور أنت الجاذبية ده نيوتن نفسه لما اكتشف جاذبية وصف قانونها بعت صديق لي بيعبر عن دهاشه أندهش ولا أستطيع أن أفسر كيف ينجذب جسمان مفهمش مغناطسية كيف يؤثر كل جسم على الآخر بجاذبية وليس بينهم أي علاقة لا بينهم علاقة مغناطسية ولا كهربائية ولا خيط يربط بينهم أمر لم يتصوره نيوتن فقضية إلهية كما ذكرنا مرارا قضية تتعقل وده اللي دفع السير آنتيني فلو عندما تبنى الإيمان بعد إلحاد عندما بلغ من العمر تجاوز التمانين عام قال أن صفات الإله صفات حتمية لا بد أن يكون خارج الزمان وخارج المكان أن يكون مطلق أن يكون قديم أن يكون أبدي فسبحان ربي الذي عافان من كل هذه المعاناة بأن أطلعنا على أسمائه الحسنى وصفاته العلا والله تعالى أعلى وأعلى اشتركوا في القناة